بسم الله والصلاة والسلام على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عدد ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما صلى على حبيب الله اللهم سعد أيامكم وأوقاتكم وكل عام وانتوا بقى الفخير النهاردة جايبالكم وانتا الجبار للقضاء على السرسير في يومين اتنين بس ومش بس كده مفعول يدوم معاك لمدة سنة لو انت أول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تتعاميني باللايك والشير والسبسكرايب ويريد دعوة حلوة من قلبك وعلشان تجيبه منتج النهاردة بسهولة هتسألي عليه في أماكن بيع المبيدات الحشرية والمبيدات الزراعية وممكن تلاقيه متوفر في بعض الصيدريات ولو انت بقى من داخل قفر الشيخ وبتتفرجي على الفيديو هتلاقيه متوفر في محلات البهدلي اللي في دخلة المزلقان الوسطى يلا بينا نعرف تفاصيل أكتر عن طريقة الاستخدام وبنستخدمه لإيه وكل طرق السلامة وإزاي نتخلص من كل كمية الصراصير في أقل وقت المنتج بتاعنا النهاردة مش بس بيخلصك من النمل والصراصير لأ ده بيخلصك من بعض الحشرات الزحيفة برضو ومش بس كده الفلاحين كمان بيستخدموه في التخلص من الأراض من مواشي والاستخدامات كتير جدا مدونة على العلبة بتاعته من جوه ومن بره كمان لما تيجي تستخدميه يفضل إن ما يكونش فيه أطفال جنب منك هو مالوش ريحة نفازة ولا حاجة ولكن برضو حفاظا على سلامة الأطفال يكونوا مش متواجدين أثناء استخدام العجينة ولما تخلصي اخسلي إيديك كويس جدا بالمية والصابون حفاظا على سلامتك ده شكل العبوة زي ما انتوا شايفين كده وشكلها من بره بيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه تقدروا إنكم تاخدلها سكرين على شاهل لو حابين تجيبوا المنتج من جوه بقى بيكون شكلها عبارة عن سرينجة كده متعبية بمادة طرية بنية الشكل وهي دي الجل اللي احنا بنستخدمه في القضاء على الحشرات أنا بالنسبة لي بسميها عجينة سحرية لإنها بجد مفعولها قوي جدا طريقة الاستخدام بقى سهلة وبسيطة وأهم حاجة إن احنا نستهدف الأماكن الصح اللي بيكون متواجد فيها السراصير يعني ما نروحش نحط في أماكن كده وخلاص لأ نبعارفين فين الأماكن اللي السراصير بتكون متواجدة فيها ونبدأ إن احنا نوزع الجل ده أو العجينة السحرية دي بقطرات بسيطة جدا يعني أدراس الدبوس كده كتعة صغيرة بسيطة هتحطيها بقى لو في المطبخ بتاعك الخشب بتبدأ إنك توزعيها في القرف من فوق في قاع الدرج من تحت اللي دراج اللي بتكون متواجدة في المطبخ تحت طبعا الحود التأفيلة اللي بتكون موجودة تحت الحود ورا البتجاز ورا الغسالة دي أماكن بتجمع فيها السراصير يريد كمان الأماكن اللي تحط فيها العجينة دي تكون بعيدة عن المية علشان ما نسببش فساد للعجينة يعني هتحاولي قدر الإمكان لما تحطي قطع من العجينة دي تحطيها في أماكن ما يكونش المية طيلاها بالطريقة العامية كده يعني ما يجيش عليها مية خالص وإن شاء الله خلال يومين اتنين بس هتكوني متخلصة من كل السراصير سواء كانت سراصير كبيرة سراصير صغيرة بإذن الله هتتخلصي منها نهائيا سعرها مش غالي جدا تقريبا عملة 60 جنيه زي ما قلتلكم هتلاقوها متوفرة في الأماكن اللي أنا ذكرتها هتوها وعلى ضمنتي وإن شاء الله هتجربوها وهتعجبكم جدا جدا بتقضي على السراصير مش إن هي مثلا السراصير بتهرب من المكان لا ده هي بتقضي عليهم تماما في خلال ساعات من الاستخدام على طول وتاني يوم على طول يعني أنت لو حطتيها تاني يوم بقى لأن السراصير معظم الوقت بتتحرك بالليل هتلاقي إن كمية كبيرة من السراصير ماتت ده كان الفيديو وده باختصار طريقة استخدام منتج النهاردة ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وما تنسوش دعوة حلوة من قلبكم واشوفكم على خير في روفيو عن منتج جديد ما استرموه مرحبا